ذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون في مؤتمر صحفي أنه أخبر الأعضاء الـ 45 في لجنة السياغة بأنه لا يمكنه الاستمرار على هذا النحو وأن الأسبوع كان مخيباً للآمال وقال للصحفيين إن المندوبين لم يتوصلوا إلى اتفاق بشن عدة أمور مهمة تتعلق بمنهجية كيفية مواصلة الاجتماع وأن الاجتماع بدأ بالفعل يوم الاثنين دون أرضية مشتركة متفق عليها لقد أوضحت أننا بحاجة إلى أن يعمل الرئيسان المشاركان معاً بشكل أفضل من خلاله أو يجلسان وتباحثان ونحن بحاجة إلى وضع خطة عمل لكيفية تنظيم الاجتماعات المستقبل كما أضاف للصحفيين بأنه في الوقت الراهن فمن الواضح أنه ليس هناك وقت متفق عليه لعقد اجتماع جديد جذيراً بالذكر أنه تم إطلاق اللجنة الدستورية السورية التي تضم ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني رسمياً في جنيف في 30 أكتوبر عام 2019 في حين عقدت الهيئة المصغرة لللجنة والتي تضم 45 مندوباً بواقع 15 مندوباً عن كل طرف من الأطراف الثلاثة عدة جلسات منذ ذلك الحين دون إحراز أي تقدم مذكور ترجمة نانسي قنقر